أهلاً وسهلاً بكم في المحاضرة الثانية من مادة الخرائط الذهنية لتطوير اللغة الإنجليزية اليوم بمشيئة اللاب نتعرف على جزئية مهمة في مادة الخرائط الذهنية وهي تأثير الخرائط الذهنية في تعلم اللغة الإنجليزية طبعاً لما الإنسان يستخدم الخريطة الذهنية كوسيلة للتعلم أو كستراتيجية معتمدة بالنسبة له في تعلم مادة معينة أو معلومة معينة أو اكتساب مهارة معينة في الخرائط الذهنية رح يكون لها تأثير عميق وكبير مو حتى في طريقة تعلم الإنسان أو حتى اكتسابه لهذه المهارة بل حتى في مجمل حياته بأكملها في الخرائط الذهنية زيها زي أي عادة كل ما مارستها في حياتك كل ما كان لها تأثير أكبر في جوانب حياتك الأخرى الشخص اللي يستخدم الخرائط الذهنية أبسط مثال على استخدامه الخرائط الذهنية بصورة منتظمة أنه حياته الشخصية رح تكون أكثر انتظام رح يكون أكثر التزام رح يكون أكثر دقة في مثلا استخلاص المعلومات أو استنتاجها رح يكون أكثر حرص على تقديم الأفضل على تنسيق الأفضل على استخراج أفضل ما لديه في كل مرحلة فإذا أحنا بنتعرف بشكل يعني موجز عن أهم التأثيرات المصاحبة للخرائط الذهنية في تعلم اللغة الإنجليزية لابد أن نحنا في الأول نعرف أن الخرائط الذهنية تعمل على تحسين الذاكرة والتعلم فأنا لما استخدم الخريطة الذهنية كمتعلم رح لازم أفهم أن الخريطة الذهنية تساعدني على تحسين السبل المذاكرة عندي الاسترجاع التعلم اكتساب مهارة جديدة أو عادة جديدة من خلال مساعدة المتعلم على الانتقال من جمع الأفكار إلى ترتيبها والربط بينها فعلى سبيل المثال لما يكون طالب حايص في مادة الكيميا مثلا فهما هو عارف كيف يجمع الشابتر الأول مع الشابتر الثاني المعلومات الموجودة هنا والمعلومات الموجودة هنا فهو لما يستخدم الخريطة الذهنية رح ينتقل من مرحلة جمع الأفكار اللي قاعدة تضارف في عقله وما هو عارف إش المهم وإش الأهم إلى مرحلة الترتيب والربط بينها فالخريطة الذهنية زي ما احنا عارفين رح تكون مثلا نقطة مركزية النقطة المركزية هذه تتفرع منها مثلا قوانين الكيميا على سبيل المثال أمثلة على هذه القوانين استخدامات هذه القوانين العلماء اللي مثلا كتشفوا هذه القوانين فهذه أربع نقاط رئيسية فأنا بدل ما كطالب علم أو كمتعلم أحوس في القصل الأول من القوانين وما نعرف كيف أربط هذا القانون أو كيف أجمع هذا القانون مع هذا القانون في الخريطة الذهنية تجمع لك كل الأشياء بطريقة متسلسلة بطريقة مرتبة بطريقة متناسقة تساعد العقل على التعلم أيضا تمكن المتعلم من تضمين أجزاء فردية من المعلومات في سياق أكبر وإظهار علاقتها مع المعلومات الأخرى التي يعرفها المتعلم فأنا على سبيل المثال لما الكيميا نحن نتكلم عن علم الكيميا فبنتكلم عن قوانين الكيميا فهذه جزء فردي من معلومات رح أضمنها في سياق أكبر إيش هو السياق الأكبر مين هو مكتشف هذا القانون أو مخترع هذا القانون إيش هي أهم الاستخدامات إيش هي مثلا أهم الأنفلة على مثلا هذه القوانين كيف مثلا هذه القوانين غيرت من الحياة البشرية أو جودة الحياة بشكل عام فهذه الأمور ربطنا الأمر من فقط نقطة فردية أو جزئية بسيطة إلى سياق أكبر سياق أعمق أوضحنا العلاقات المرتبطة والمتشابكة والمترابطة في الأمور الأخرى التي قد يعرفها المتعلم لكن ما هو عارف وسيلة لربط هذه المعلومات في بعضها البعض أيضا لميز الخرائط الدينية أنها تساعد المتعلم على تعيين المعنى العام أثناء التعلم فأنا لما أعرف قانون مثلا من قوانين الطبيعة وأعرف إش استخداماته وأعرف إش تأثيراته على الطبيعة وعلى البيئة وعلى البشر وعلى الكائنات الحية بشكل عام فأنا هنا بديت إيش بديت أعرف المعنى العام اللي مثل هذا القانون إش أهميته إش تأثيره في الحياة ثم توصيله بشبكة من المعارف الموجودة فأنا وصلت هذا القانون الطبيعي بالكائنات تأثيره بالكائنات البشرية الحيوانات النباتات حاولت أوجد العلاقة بين مثل هذا القانون والعلاقة بينه وبين الكائنات الحية أيضا تساعد هذه العلية على استيعاب المعلومات الجديدة وحفظها وبقاءها أطول فترة ممكنة بل وتوظيفها في مناطق أو في أماكن أو في مواقف أخرى مشابهة أو حتى مختلفة تماما نجي الآن الخصائص الخرائط الذهنية اللي تجعلها أفضل من التدوين التقليدي اللي اعتدنا عليه فممكن شخص يقول طب اوكي أنا قاعد أذاكر في الكتابي ويعني أخطط على المعلومات المهمة وأبين الأشياء المهمة طب ليش فرقت على الخرائط الذهنية؟ في فرق كبير بين الخريطة الذهنية واستخدامها وتوظيفها بطريقة فعالة في عملية التعلم وبين فقط أني أنا أدون بشكل وقتي أو بشكل تقليدي فقط من أجل التدوين أو من أجل أنه أبرز أنه هذه المعلومة مهمة فقط بدون ربطها بالمعلومات الأخرى وإيجاد الروابط المشتركة والعلاقات العميقة والدقيقة بين مثل هذه النقاط في بعضها البعض أول خاصية من خصائص الخرائط الذهنية إشراك العقل في التجربة إحنا قلنا أنه البشر الدماغ أو يتكون من فصين فص الأيمن والفص الأيسر فأنا لما أستخدم الخريطة الذهنية التي تعتمد على الألوان وتعتمد على الصور أنا ساعدت العقل في التجربة في إدراك هذه التجربة في التفاعل مع التجربة مع المعلومة التي أنا قاعدة أقراها مع التجربة الحية التي أنا قاعدة أمارسها أو حتى مع التجربة الميدانية التي أنا خرجت فيها في المدرسة عشان أطبق مثلا مثل هذا القانون في هذه الزيارة الميدانية فالألوان والصور المستخدمة في الخرائط الذهنية تجعل عملية التذكر أسهل من مجرد أنه يكون نص مجرد من أي روح من أي إحساس من أي علامات من أي ألوان من أي صور وممكن تساعد العقل في أنه يستوعب المعلومة بصورة أفضل الشي الثاني تساعد الخرائط الذهنية على فلترة المعلومات فالخرائط الذهنية تفصل المفاهيم الرئيسية عن الإضافات التي يمكن الاستغناء عنها فإحنا قلنا في الخريطة الذهنية لو تشوفون هنا المنطقة الوسط فمثلا عن إدارة الوقت لو قلنا إحنا بنتكلم عن إدارة الوقت كنقطة رئيسية نجي عند إدارة الوقت مثلا نتكلم عن مسألة الالتزام وبعد ما نتكلم عن مسألة الالتزام نطلع بكذا جزئيا عن الالتزام بعد ما نتكلم عن الابتزام نتكلم عن المسئولية ونطلع بكذا جزئية أو كذا نقطة من المسئولية بعد ما نخلص أو ننتهي من نقطة المسئولية التي تندرج تحت الوقت أو إدارة الوقت أو تقدير الوقت نجي عند مثلا النجاح والإنجاز لأنه أي إنسان يدير وقته بطريقة فعالة أكيد راح تكون حياته أكثر نجاح أكثر عطاء أكثر ازدهار فهذه الأمور لو لاحظتم في الخريطة الذهنية في النقطة هذه فلترت المعلومات تفصل المفاهيم الرئيسية عن الإضافات التي يمكن الاستغناء عنها فالكتاب عادة أو التدوين بشكل عام ما يكون فيه دش فيه ملاحظات قد تكون قيمة أو مفيدة أو غير مفيدة لكن في الخريطة الذهنية لاحظوا هي رؤوس أقلام معنى رئيسي أو معلومة رئيسية تندرج منها معلومة رئيسية أخرى ومعنومة رئيسية أخرى تندرج منها نقاط رؤوس أقلام فأنا هنا فصلت المفاهيم الرئيسية عن الإضافات التي قد أستغني عنها مستقبلا الشيء الثالث بناء المعرفة بشكل طولي أو عرضي فالخرائط الذهنية قد تكون صورة طولية وقد تكون صورة عرضية على حسب المتعلم إيش يفضل؟ إيش الطريقة اللي هو مثلا أو إيش الجهة اللي هو يفضل أنه يستعملها أكثر في عملية التعلم مثلا يركز على جهة اليسار أو على جهة اليمين هذه كلها الأشياء تساعدنا في مسألة أنه الخرائط الذهنية تعطينا مساحة من الاتساع والعمق لبناء الصورة الكبيرة بكل تفاصيلها وحذفيرها اللي المتعلم قد تهم المتعلم دون السوا الشيء الأخير أو قبل الأخير تحليل وإعادة التركيب فالخرائط الذهنية تتيح للمتعلم تفكيك المعلومات إلى أجزاء 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 ثم دمجها من جديد الاستخلاص الأهم ثم المهم فالخرائط الذهنية لاحظوا أنه أنا من هذه الفقرة ممكن أطلع فقرة من الفقرة هذه ممكن أطلع فقرة الفقرة هذه ممكن أطلع فقرات فهي شبيهة بالخلية العصبية اللي تندرج منها أو تطلع منها أذرع والأذرع هذه تتفرع منها خلايا صغيرة وحكذا الخاصية الأخيرة المرونة طبعا الخرائط الذهنية مما لا شك فيها تتيح لنا مسألة إمكانية نقل أجزاء من المعلومات وإعادة ترتيبها بحرية بكل مرونة بكل شفافية حسب الغرض من الخريطة فأنا أحيانا ممكن أنا كمتعلم مسألة إدارة الوقت ممكن أحط مثلا الالتزام بعدين أحط مثلا المسئولية بعدين أحط الإنجازات فأقول لا والله بالأكس أنا بحط المسئولية قبل الالتزام لأن الإنسان لما يكون ملتزم مسؤول من باب أوله رح يكون ملتزم أو الالتزام يأتي بعد المسئولية شخص ثاني يقول لك لا الالتزام شيء والمسئولية شيء آخر ممكن يكون شخص مسؤول في العمل لكن في نطقات أخرى ما يكون مسؤول ولا يمارس دوره كمسؤول فهنا الخرائطة الذهنية تعطينا مساحة كبيرة من أنه نعيد ترتيب الخريطة الذهنية حسب الحاجة وحسب ما تقتضيه مثلا حاجة المتعلم شخص مسؤول